طيب اللي جاي ايه بقى؟ ايه؟ في حاجة خلصت يعني ولا ايه؟ بس ده مش الاهلي الاهلي هو اللي عبر عنه الكابتن عماد متعب في رسالته للعيبة دلوقت ايه اللي حصل و ايه اللي ممكن يحصل الكابتن عماد متعب على اي اساس قلت انه مازال الدوري في الملعب ده الكرة فيها كل حاجة على اساس ان فيها مصلكاءات متبقية الناد زمالك والناد الاهلي ناد زمالك عنده الاسماعيلي وعنده الدجلة وعنده سيراميك البترة وعنده الانتاج الحربي وعنده البنك الاهلي الناد الاهلي عنده خمس لقاط امبيو طلع الجيش والمصر والجونة واسوان لسه لسه الدوري في الملعب مطالب من لعب الناد الاهلي انها تفوس في الخمس لقاط وتستنى اي فرصة بقتي تحصل من 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 هل هل قادر على الفوس في الخمس لقاط دي؟ الاهلي قادر والاهلي كان قادر يفوس بالدوري مبدري لكن في الكرة وارد فيها كل حاجة وارد فيها المفاجآت النهاردة الإسماعيل يتعادل مع الناد الأهل والناد الأهلي أهضر فرص كتير ممكن النادزة مالك في أحد المبارات يكون مش موفق فيحصل تعادل أو نتيجة سلبية بالنسبة لنادزة مالك ما هو نفس الكلام كلمة بناخد بالأسباب يعني إنسى خالص نتيجة الدورة يكسب الخمس مطشات وصيب الدنيا تاخدك بقى في بالضبط كده محدش ولان بقى في الساعة لقدر الله يعني برضو الفريل قدامك خد بالأسباب وكسب الخمس مطشات دي كورة أيها صدر أيما عارف لكن حتقعد بقى تقول إيه بس أصلا مطشوش عارف إيه اللي في آخر ثانية راح مننا عبس اللي انت تملكه دلوقتي وهي بقى جبال الكورة ترغي فيها يعني طيب ناخد بالأسباب ونكسب الاحترام نكسب الاحترام